الممثلة السورية نزل الرواس تنتقد ندين نجيم وصفة الممثلة السورية نزل الرواس الفنانة ندين نجيم بالحال المكررة هات تصريح أثار جداً واسع على منصات التواصل الاجتماعي خليها نسمع تصريحها الإذاعي ندين نجيم بنعملها أمفولو لأنه يعني أول فترة كنت كثير مبسوطة في أنه هي عم تحاول تجتهد وتعمل شيء لإلها بس التكرار يعني بعتقد خلاص كافي حاجة ما تطورت ندين نجيم أبداً؟ أعلم ما أنا عم قول أنه هي تطورت أو هالعمال الثاني بعدين يعني بآخر عمل تطورت لخمسة ونجيم؟ بعدين لا يعني ترفع القبعة لشركائنا يلي موجودين معها جماعتنا يلي موجودين معها شكراً لإلهم وما سلمت نزل الرواس من الهجوم اللي اتعرضت لإلو بسبب تصريحاتها والعدد من محبين ندين نجيم أنه نزل الرواس غير مشهورة مقارنة بنجمتهم مشيرين إلا أنه نزل الرواس أخطأت بتقييمها لزميلة لإلها بالفن لكن هالشي مبين في أيضاً أنه نزل الرواس بتملك موهبة مميزة وقدمت من مسيرتها مجموعة من الأدوار مضيفين إنها لم تأخذ حقها حتى يومنا هاد وكان لإليسا وننسي عجرة محصة في تصريحات نزل الرواس خلينا نسمع شو قاله بعمل لإليسا فولو لننسي لأنه هي عندها هيك القطة الطيوبة الكربوجة النعومة اللطيفة النننن فأنا بيديق نفسي يعني ما بحبون هدولة طبعاً أنه أنا اللطيفة الحبابة طبع يعني إليسا بتلاقيها دائماً عم بتعاني وعند مشاكلة بالحياة ومر مدأة يعني هيك حياتية أكتر حياتية بتشبه هيك أكتر بجود بمكان معي اشتركوا في القناة